حقكم لا بس من يوم رايح ما راح يكون في عتاب لأنه حتسمعه كتير مصري أنا ما كنتش غايبة على فكرة يعني أنا من سنة ونص نزلت أغنية جماله مع الملح المديان بس يمكن ما أخذت حقها كتير وبتصير يعني أنه ما كان فيه كتير تركيز على اللهجة المصرية بالفترة الأخيرة خليني خبرك الشغل يكون شوي وقعيين الموجة صارت بالوطن العربي كل فترة فيه شي عم بيطلع أحياناً نبلاني أحياناً العراقي أحياناً الخليجي أحياناً المصري أحياناً المغربي فكل فترة عم بيكون فيه ألوان غنائية مختلفة بس وعد وبتستاهلوا عيوننا أكيد الشعب المصري وأهلنا بمصر الحبيبة أنه إن شاء الله حتسمعوا أغاني من الآخر قريباً جداً جداً إن شاء الله والله هي مش معروف لحد الآن يعني احتمال يكون مني آلبوم واحتمال تكون أغاني مفاصلة سناغل يعني بس يعتمد لأنه عندي مجموعة كبيرة من الأغاني المصرية أغاني باللهجة اللبنانية العراقية أيضاً فيه خليجة سعودية يعني فيه كليكشن كبير هيدا مش أول مرة أنا دائماً بغني يعني اللهجات الخليجية خلينا نقول وسبقوا وغنيت كتير باللهجة السعودية وكان فيه نجاح فطالبوني كتير الجمهور بطالبنا لازم تعيد دائماً تجربة مثل الجمهور المصري حقهم حق كل جمهور عربي على الفنان أنه يطالب باللون اللي بحبه وعلى الفنان إذا هو قادر أكيد أنه يغني وأنا من البداية عودتهم أنه ديانة حدات بتغني كل اللهجات وتميزت بهالشي فهيدا الشي اللي شجعني أنه أرجع قدم الأغنية السعودية بإطار جديد بفكرة جديدة الكليب كان مع مجموعة من الصديقات الممثلات والبلوغرز والحمد لله بخلال ساعات قليلة يعني حقق ترند بالخليج بالعراق، باليمن، بالأردن، بالجزائر، باللبنان فالحمد لله كان في نجاح ملموس